السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة معنا تلات تلات مواضيع. موضوع محمد فرجو وعرض فيلمه الجديد. وسمك تتقلش اللي التهمت زراع سيدة. وابن المغني محمد سروط وشفاءه وان هو راح فجأه فيه على المصلح هو بيغني وسلم عليه. نبدأ الاول. نبدأ الاول بالفيديو بتاع محمد فرج. محمد فرج ده ممثل ومراته اسمها بس انت. وكان فيه وكان فيه لوم فيلم فيلم عامل فيلم جديد وكان فيه بشاهده العرض الاول بتاعه. ولقوا وهو خارج من السينما ان جمهور حاجة يعني اتزحم عليه زحام جامد بحيس ان هو بقاش عارف يتحرك ولا عارف يمشي في 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 الطرقة بتاعت السينما لان ان الجمهور لان الجمهور والصحفيين والصحفيين كل الكل بيتزحم عليه وتقتل يعني انسان عادي يعني انسان عادي زي زيك زيه وممكن الناس بالنظام يعني تتخذ تتخذ صور اللي انت عاوزها وتعمل معال احاديث اللي انت عاوزها لكن وده طبعا الزحام الشديد دوت بيضايق بيضايق الناس اللي هم زي الفنانين زي ويخليهم ساعات يخرجوا عن شعورهم ويقولوا كلام يعني كلام يعني يغضب الجمهور ولكن ساعات بيبقى خارج عن 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 سيطرته لان الزحام الشديد عليه بيعوكوا من انه يقدر يتحرك في في المكان فيجب ان احنا يعني ما يكونش فيه زحام شديد حتى لا نتعرض للكلمات اللي المؤزية اللي ممكن بعض بعض المؤزية او الفنانين يقولوا يقولوها للصحفيين او للجمهور اللي بتزحم عليه ده ده يعني ويكون فيه فيه احترام متبادل بين الفنانين وبين الجمهور بس كل واحد يكون يكون وضع له حدود في المعاملة ويكون فيه احترام في المعاملة نجي للموضوع التاني موضوع آآ آآ سمكة القرش اللي اللي خرجت من البحر خرجت من البحر وطلعت عالشط مسافة مسافة كبيرة والتهم الدراح سيدة كانت قاعدة عالشط يعني السيدة ما كانتش بتقوم ما كانتش بتقوم جوه البحر لا ده كانت قاعدة على الشط والقرش ما كتقرش هاجمت عليها وكانت والتهم الدراحها فالناس تلعت وخدوها ووضوها المستشفى لعمل حتى يلحقوها حشان ما يحصلش نزيف شديد يؤدي بحياتك وهي ده وقت في المستشفى ويبحثوا عن السمكة دي لغاية ما يمسكوها ويشوفوا ايه الظروف اللي استدعتها انها تعمل يعني تقوم بهذا العمل مع انها هي يعني قبل كده الحوادث اللي كان بتحصل قبل كده ان السمكة القرش بتهاجم اللي هما بيعوموا جوه المية لكن ديت كانت قاعدة على الشط يعني على شط البحر برا فهي تخرج من البحر وتهاجم الست وتلتهم دراحها فالناس المختصين عا بيحسوا بيحسوا هذا البدء ان ازاي بتحصل حاجة زي دي وايه الظروف بتاعتها ويمسكوا السمكة عشان يشوفوا ايه النظام الجديد اللي هو انها تخرج من البحر وتهاجم المستفين ويجب على الناس اللي هما بتوع المصيف بتوع الشواطئ اللي هما الامن بتاع الشواطئ ان هما يعملوا يعملوا حواجز يعملوا حواجز ويكون فيه هناك رقابة رقابة على رقابة على الشط بحيث يتم منع هذه الحواجز يعني يتم كل شوية عملية تفتيش في البحر وعملية يعني الناس اللي هما العوامين اللي بيعوموا وكده وشورطة البحر وشورطة الشاطئ برضو تنزل في تنزل في المية وتعمل يعني تعمل بحث كده في قلب المية عشان تشوف اذا كان فيه في البحر المعرض لأسماك المفترسة ديت ولا ما فيش أو يعملوا حواجز حديدية بحيث أن هي حواجز حديدية بحيث يمنعوا وصول هذه الأسماك المفترسة للناس وتصفهم وتأذيهم وتصفلهم يعني ويكون هناك في ضحايا من المصطفين في ناس ممكن تعمل وممكن يعملوا حواجز حديدية زي شبكة حديدية بحيث أنها تحجز هذه الأسماك المفترسة وتمنع وصولها للجمهور الموضوع الموضوع الثاني اللي معنا ابن الفناني الكبير محمد سروت كان طلع من قيمة أسبوع أو عشر تيام إن هو إن هو يعني بيعاني من المرض وإن أبوه سفره بره عشان يتعالج وتعرض لبعض الأقويل من من الناس من الناس إن أبوه معاه فلوسة هو وقدر يسفره بره فده طبعا حاجة طبيعية إن الأب بيبحث على شفاء ابنه وبيبزل أقصى مكهود لشفاءه فطبعا فسافر وتعالج وكان بقاله أكتر من سنة بيعاني من هذا المرض ونتيجة وهم ونتيجة لسفره ورعاية والده له الحمد لله تم شفاءه فابنه عملها مفاجأة لوالده محمد سروت وقال له وطلعه وكان بيغني على المسرح فطلعه له ابنه على المسرح وفجأه بأنه هو يعني ماشي ماشي على رجله وأنه هو يعني أبوه مبسط خارس يعني محمد سروت مبسط لما شاف ابنه وشاركه مع بعض في الغناء وكانت فرصة سعيدة للأب والجمهور أن يتطمن على ابن النجم الكبير محمد سروت اللي هو أسر الغناء العربي بالأغاني الجميلة والأغاني الوطنية في عهد الزمن الجميل وربنا يخلله ابنه ويفرح به ويشفيه ويعفيه آمين يا رب العالمين وده كان دي المواضيع المتدولة في السوشال ميديا في السوشال اللي أنا فيها في الأيام دي فيجب يجب على اللي يشوف الفيديوهات أنه هو يشترك في القناة ويعمل وإن عجبته الفيديوهات يعمل إعجاب ويعمل إعجاب للفيديوهات وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر